عايزين نتكلم يا حسيم على موضوع كأس السوبر وتحديدا عن موضوع الحكام المشاركون في كأس السوبر تمام طبعا يعني كلنا عارفيني ان السوبر المرادي بنظام مختلف بمشاركة اربع فرق الاهلي وبرامتز ومودرن فيوتشر وسيراميكا كيليو باترا وخلاص يعني المباريات في الفترة يعني من 25 ل28 ديسمبر كانت لجنة الحكام قبل كده وتحديدا فيتور بيريرا الرئيس لجنة الحكام قال انه انا الفرقين مصريين وانا خلاص انا جاي علشان اطور التحكيم فبالتالي مش هستخدم اي حكام اجانب في اي مباراة طرفيها يعني فرقين مصريين ده قرار بالزبط يعني حتى لو طلب اي من الاندية المصرية محكم اجنبي استخدام حكام اجانب مش هو رافض تماما حتى في مباراة الاهلي والزمالك هو رافض تماما انه يكون محكم اجنبي يدير المباراة وقالها كده صراحة بالزبط انه انا جاي علشان اطور فإزاي هتطور وعايز أدي ثقة للحكم المصري أجيب حكم أجنبي هو اللي يدير حكامنا عاملين مباريات مميزة في المباريات الأفريقية والدولية فبالتالي لازم ياخدوا فرصة طيب بعد القرار ده إيه اللي هيتم؟ هو خلاص استقر على أربع حكام للساحة هم اللي هيديروا المباريات الأربعة طبعا كل فرقين هلعبوا مع بعض الفايز هلعب في المباراة النهائية فرقين لا يخسره هلعبوا على التالت والرابع فبالتالي استقر على أربع حكام ساحة وتمن حكام مساعدين وحكمين فار أسمعهم؟ الأربع حكام هو يعني لم يعلنهم لأي حد ولا حتى بلغ بيهم الحكام لسبب هو لسه فيه كذا أسبوع قبل السوبر ربما حكم تحصل إصابة ربما يحصل خطأ زي ما حصل قبل كده من أحد الحكام الكبار وتم إيقافه يعني أو إبعاده الفترة اسمع مني فريق البرنامج هنا هيجيب القايمة بتأكيد شاطرين ده اللي أكيد الزمل هيشتغل بكرة يا جماعة إن شاء الله هيكون القايمة بتاعة الأربع لعيبة اللي تم اعتمادهم بس هو بس الأربع حكام بس إحنا ممكن نقرب شوية الأربع حكام من السبع الدوليين السبع حكام الدوليين عندنا سبع حكام دولين طبعا في القايمة الدولية أمين عمر ومحمود البنة وأحمد الغندور ومحمود ناجي ومحمد معروف سبع حكام طبعا هيختار منه ومع إبراهيم نور الدين هيختار منهم أربع حكام لإدارة مباراة كأس السوبر سبع حكام مساعدين دول برضو القايمة الدولية فيها سبع ساحة وفيها سبع مساعدين هياخد السبع مساعدين كاملين زائد واحد من خارج القايمة الدولية عشان يكون ثمان مساعدين زائد اتنين على الفار محمود عشور هيكون منهم وبالتالي دول حكام طبعا هيديروا المباراة الأربعة في كأس السوبر الأبطال في الإمارات إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق ونتمنى لفراءنا كلها التوفيق إن شاء الله طبعا قبل ما ننتقل لي كواليس القايمة وطبعا لا صوت يعلو فوق صوت كواليس قايمة النادي الآلي والمشاكل المصاحبة لهذه القائمة عايزين يعرف برضو منضوع رفع الإقاف عن الحكم حماد القلاوي طبعا حماد من الحكام المميزين جدا والذي ظهروا بمستوى رائع بس لسوء للحظ إنه ارتكب خطأ فادح للغاية في مباراة المصري وسيرامكا كيلو بطرة في عدم احتساب ركلة جزاء واضحة وصريحة والفارس تدعاه كمان وهو راجع للفار ورغم كده أصر على قراره وما احتسابش ركلة الجزاء وحصل ضجة وقتها كبيرة جدا وتم إيقافه لفترة طبعا في عز مستوى كان في قمة مستوى الفني وعلى فكرة الخطأ ده أثر على دخوله في القائمة الدولية كان ممكن يكون متواجد في القائمة الدولية فيتور بريرا خلاص قرر إنه حماد القلاوي يرجع مرة تانية يدير مباريات فيه كوالإقاف كان مدته قد إيه لا هي اللجنة ما بتعلنش يعني ما بيقولش مدته قد إيه لكن بيحسب من فترة طبعا بعد المباراة اللي حصل فيها الخطأ لغاية لما يرجع يشارك فيه مباراة أخرى بتتحس بالفترة اللي حصلت يعني شكرا